فوز الاهلي على طلاع الجيش بسلاسية نروح ازملنا فاروق صلاح تحياتي لك يا فاروق تحيات الكابتن محمد حشيش تحيات دكتور احمد ثابت مبروك لشباب الاهلي مبروك للكابتن احمد عبد الظاهر وتفضل من جديد ده بجد تحياتي بيك كابتن اسامة وكابتن مصر كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ده ثابت بكل مشاهدين ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان يعني عقب نهاية اللقاء وفوز شباب النادي الاهلي على فريق طلاع الجيش بسلاسية نظيفة مبروك مهمة وختام لمرحلة مهمة جدا يسعدنا ليكون معرفة هذه الأسناء واحد من أبناء النادي الاهلي المخلصين والمدير الفني الفريق شباب النادي الاهلي الكابتن احمد عبد الزاهر كابتن احمد ده برحب بيك على شاشة قناة النادي الاهلي وتحياتي لكابتن اسامة حسني كابتن محمد حشيش دكتور احمد ثابت مبروك مهمة وكان الفوز مهم بختم مرحلة مهمة هتبقى فترة راحة ثم هستعد للمرحلة القادمة مرحلة التصفيات النهية كان مهم جدا ختام المرحلة الأولى بالشكل ده وبالفوز ده بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي طبعا لكابتن اسامة وكابتن حشيش ودكتور احمد وتحياتي لك طبعا فاروق الحمد لله طبعا على المكسب النهاردة مكسب مهم دي نهاية المرحلة الأولانية في الدوري الحمد لله قدرنا ان احنا ننهيها واحنا في المركز الأول بغض النظر بقى عن نتاج الفرق النهاردة يعني خلال المرحلة اللي فاتت حصل شوية دوربات حصل شوية مشاكل في نقص في اللعيبة في تغيير في خطط كذا مرة بسبب نقص في مركز معينة لكن الحمد لله قدرنا انتخطى كل ده بمجهود الولاد ومجهود الجهاز والإدارة معنا وقدرنا الحمد لله نقف على رجلنا تاني ونحق المركز الأول في المرحلة الأولانية إن شاء الله يعني تبقى دفع علينا في المرحلة التانية اللي هتبقى أصعب بالتأكيد لكن الحمد لله إحنا مستعدين لها وإن شاء الله أن نحقق البطولة يعني السنة كابتن أحمد المرحلة دي أو السن ده بالتحديد خلاص اللي بتبقى خلق الدوافع لللعيبة اللعبة ببقى مش عارف هيكمل ولا يروح فريق أول ولا هيروح فين بتبقى بالنسبة له الأمور صعبة بشاي بتقدر تخلق دوافع لللعيبة تشيل الأمور اللي النفسية اللي جوه اللعبين والتساؤلات اللي بتدور في أزهان اللعبة يعني هي دي ممكن دي النقطة الأهم في المرحلة دي إزاي تقدر تتحفز اللعبة وإزاي تقدر توجههم وإزاي تقدر تخلي دايما عندهم دافع كل مطر الضربات يمكن اللي حصلت لنا بسبب القصة دي إن اللعيب بساعات بينزل مش مركز بيبقى بيفكر في حاجة تانية فيه كلام كتير حواليه فمشغول بحاجات تانية كتير برا الملعب لكن على قبل ما بنقدر بنتكلم مع الأولاد بنقول لهم سيبوا الدنيا على ربنا وكل واحد هيتعب هيلقي نتيجة التعب دوت في الآخر وربنا يكرمهم إن شاء الله ونشوف فيهم مجموعة مميزة فيهم مجموعة كويسة جدا إن شاء الله يبقوا نوال الفريق الأول ونشوفهم إن شاء الله في قارب فرصة موجودين دايما بتقول لعيبة بلغة الكور اعرض بضعتك وانت بتلعب يعني بين نفسك في فرق هتيجي تلعبك ممكن تطلع إعارة أعتقد كلها أمور من الممكن أن تخلق دوافع للعيبة كابتن أحمد طبعا يعني حتى كابتن شوئي كان حريص إنه يقول لهم موضوع زي كده بمجرد إن انت بتزعلك مطش وبتكسب وبتزعر بمظهر كويس فيه أندية بتتكلم عايزين فلان عايزين فلان عايزين فلان فده بيديهم حافظ كابتن أحمد بالضبط يعني اللعيبة كلها بتشاء بتشوف والفرق الأندية التانية بتتفرج على اللعيبة بيبقى سوء مفتوح لكل الأندية اللعيب لما بتزع له مطش واثنين وثلاثة وإسمه بتردد وبيظهر بمظهر كويس بتعرف ويبقى ليه سوء والأندية التانية بتعرفه وبيبقى مطلوبة يعني فده بيبقى دافع كبير اليوم إن هم يظهروا بمظهر كويس ويقدوا يعني بشكل ممتاز يعني الحمد لله شكراك يا كابتن أحمد نتمنى لك التوفير في المرحلة القادمة إن شاء الله تتوجه بالبطولة بإذن الله شكراك يا كابتن فرود اسلام شكراك كابتن أسلام مستمرين معاك ومعايا واحد من نجوم